موسيقى صباح الخير مشاهدينا فين ما كنتوا من داخل أو خارج الوطن؟ يسعد صباحكم متابعينا نطلع عليكم ببرنامجنا الجديد صباح بلقيس كل يوم الساعة العاشرة صباحاً خمسة أيام في الأسبوع بحلقات متنوعة بموضوعات شيقة وقصص ملهمة في كل يوم لدينا بالبرنامج قضية وقصة جديدة متنوعة في الجوانب الاجتماعية والنفسية والتربوية وأيضاً الفنية والتي سنبدأ بها برنامجنا اليوم وهو عن تجديد الأغنية اليمنية بين القبول والرفض في المجتمع وكمان لدينا أيضاً قصة أغنية جلة من نفس الصباح وهي من أكثر الأغاني اليمنية شهرة غناها تقريباً بغالبية الفنانين اليمنية ومن اليمن حديثنا عن محمية حوف في محافظة المهرة ذات الطبيعة الساحرة وسنناقش أيضاً موضوع مهم للأسرة اليمنية عن أهمية الإسعافات الأولية وكيف ممكن نستطيع أن ندارك أي حوادث ممكن تحصل سمح الله وأيضاً لنا جولة مع مجموعة من الأخبار المنوعة والقصاص من حول العالم في كل حلقة كمان معانا سؤال لكم متابعينا وسؤال حلقتنا لليوم ما رأيكم بتجديد الأغنية اليمنية؟ ويسعدنا ويفرحنا تفعلكم معنا على حسابنا الرسمي قناة بلقيس ننتظر تعليقاتكم مرحباً مجدداً نفتتح أخبارنا المنوعة لهذا اليوم مع خبر مميز لأربع طلاب يمنيين حصلوا على لقب البطل في المسابقة العالمية للرياضيات الذهنية التي نظمتها المنظمة الدولية للرياضيات الذهنية حرص في مختلف المستويات في دبي هذا الإنجاز العالمي حققه أبطال اليمن وهم حسام أديب عبد الله محمد جلال محمد درعان عبد الناصر عبد الله أحمد فؤاد محمد طه ليضاف إلى الإنجازات العربية والدولية لحققها شباب اليمن في مختلف البطولة العربية والعالمية وتعتبر هذه المشاركة الدولية الثالثة من نوعها لليمن في مجال الرياضيات الذهنية حيث رشحتهم أكاديميات الموهوبين في سيئون للمسابقة وهي المؤسسة المشرفة على المنتخب الذي يمثل اليمن في مختلف المنافسات الدولية خبر رائع وهؤلاء الأبطال نبارك لهم هذا النجاح الكبير ونلتقل إلى خبرنا التالي وديان نشوف إيش معنا من خبر نسمع عن مسابقات القطط، مسابقات الكلاب صحيح لكن هل مرة سمعتني عن مسابقة الدجاج يعني؟ أول مرة أسمع عن مسابقة الدجاج نشوف فعلا حصل هذا الشيء في ليبيا يوجد مسابقة لاختيار أجمل دجاجة من حيث الشكل من السلالات المختلفة وهذه المنافسة لفتت نظر عشرات المشاهدين الذين كانوا يلتقطون الصور التذكارية ومقاطع الفيديو للحيوانات وهي تقف مزهوة بجمالها داخل الأقفاص رأى جدا لم تكن هذه المسابقة بمعايير عادية بل كانت صارمة حيث يتم الحكم على الطيور بناء على اعتبارات بينها اللون، الشكل، لمعان الريش وحجم الدجاج وبصراحة أنا مندهشة جدا من نوع هذه المسابقة تهدف المنافسة الغريبة إلى إتاحة فرصة للاستمتاع ونشر البهجة والفرح وحصلت الدجاجة الفائزة بالمركز الأول على 93.8 درجات وحازت على أعلى تقييم بسبب أقدامها الصفرة الزاهية وحجمها الضخم المعدل ده ما حصلتش أنا في كتنوية لها الدجاجة هذه محظوظة ولم تأكد أن سعرها سيكون غالي جدا في السوق ننتقل إلى خبرنا التالي وهو موضوع يهم عشاق القهوة وهو ثاني أكثر مشروب مطلوب في العالم فقد أرسلت وزارة الزراعة الإيطالية طلبا للجنة اليونسكو الوطنية لإدراج الإسبريسو ضمن قائمة اليونسكو لتراث غير المادي هذا الشيء لأن الإسبريسو يشكل طقصا اجتماعيا وثقافيا في إيطاليا ينظر إليه على أنه كنز وطني على مجرد من كونه جرعة قوية من الكافيين صحيح ويحتسي الإيطاليون 30 مليون جرعة إسبريسو يوميا في فناجين من الخزف أو أكواب صغيرة مع إضافة القليل من الحليب أو الدونة طبعا قهوة الإسبريسو هي مشروب إيطاليا الصنع مركزة وغامقة اللون تتكون من القليل من الماء المغلي مع حبوب البن الأصلية المطحونة تقدم في صحن أو في فنجان مع صحنه الصغير يعني زي هذا الفنجان؟ زي هذا الفنجان تقريبا يعني شبه هذا الفنجان تي طبعا من عشاق القهوة مستحيل أبدأ يومي بدون القهوة مستحيل طبعا ما رأيك الواحد يبدأ يومه بالقهوة كذلك وأغنية؟ إيش أحسن من أنك تبدأي اليوم؟ أحلى أحلى شيء نبدأ فيه المهار وما هي أغنية اليوم؟ سيرافقنا اليوم البرنامج بفقرة قصة أغنية وأغنيتنا اليوم من أكثر الأغاني اليمنية شهرة غنها تقريبا غالبية الفنانين اليمنين سواء مطربين قدامة أو شباب وغنها أيضا الكثير من الفنانين العرب كتبت كلماتها من أكثر من قرنين من الزمن وغنيات مطلع السبعينات القرن الماضي بعد أن نحنها الفنان الكبير الراحل محمود محمد حمود الحارثي لنتابع معا الأغنية وقصتها لنتعرف على تاريخها معا بهذا المطلع كتب الشاعر أحمد عبد الرحمن الأنسي كلمات قصيدته قبل أكثر من مئتي عام والتي لحنت وغنيت بعد كتابتها بقرن ونيف من الزمن كان الفنان محمد حمود الحارثي من لحنها وغنها لأول مرة مطلع سبعينيات القرن الماضي ومن بعده غنها الكثير من الفنانين اليمنيين أبرزهم الفنانان الكبيران أحمد السنيدر وفيصل علوي لم تنحصر هذه الأغنية عند حدود اليمن بل إنها حلقت لتصل إلى الدول العربية ويغنيها العديد من الفنانين المشهورين عربيا كمحمد عبد أما عن كاتب الكلمات فهو الشاعر القاضي أحمد بن عبد الرحمن الأنسي الذي توفي في العام الف وثمانمائة وخمسة وعشرين ابن الشاعر الحميني المعروف القاضي عبد الرحمن بن يحيى الأنسي الذي اتغت شهرته على شهرة ابنه رغم أن بعض النقاد اعتبروا أحمد أبلغ من أبيه ورث أحمد عن أبيه كتابة الشعر والعمل في السلك القضاء أيضاً وله ديوان بعنوان زمان الصبا حوى نحو خمس وأربعين قصيدة ومن أشهر قصائده المغنى زمان الصبا يا زمان الصبا وأغنية الدهر بالقرب قد أسفر كان القاضي عبد الرحمن شديد الاعتزاز بقدرة ابنه وتفوقه عليه في كتابة الشعر إذ أصبح من أكثر شعراء العامية شهرة في اليمن ولهذا السبب كانت تنسب إليه القصائد التي تفتن القرى وهو أصلاً لم يكتبها وذلك ما جعل الدكتور محمد عبد غانم يحقق فيها إلى أن أثبت ما لأحمد عبد الرحمن وما لغيره من الكتابات هذه أذكر عندما كنت في أصحى الصباح من الأشياء الجميلة التي أحب أن أسمع هذه الأغنية وخاصة بصوت الراحل محمد حمد الحارق هي مرتبطة بتاريخ كل اليمنين وليس فقط بأشخاص معينة هذه أغنية مميزة لليمن والحديث عن الفن والغناء وما زلنا في الفن والغناء الفن هو مرآة الشعوب والمجتمع والموسيقى غذاء الروح والفن والفنون هي من الشواهد الثابتة لما كانت عليها الشعوب من ثقافة وواعي مما أنتجه التاريخ وتركه كاميراث لأبنائه على مر العصور ولطالما كان الغناء من أسباب بث الفرح والسرور والأنس في قلوب الناس وهي رسالة عظيمة يقدمها الفنان التاريخ والمصادر تشير إلى أن اليمن عرف الغناء والآلات الموسيقية المختلفة في الحضارات السبائية والمعينية والحميرية قبل الميلاد فقد اكتشف علماء الآثار الكثير من المنقوشات القديمة التي تؤكد ذلك وفي الآونة الأخيرة بدأ الكثير من الفنانين بالظهور بشكل لافت وقلي في الساحة منهم من غنى الألواء اليمنية المختلفة كما هي ومنهم من غنى الأغاني القديمة بألحان وأداء جديد وهذا ما سنناقشه في حلقتنا اليوم ونستضيف معنا هنا في الاستوديو للحديث أكثر الفنان ماجد الدعو الصباح الخير صباح الخير والعافية حيكم الله أهلاً وسهلاً بك في صباح بلقيسنا وارسنا في أولى هذه الحلقات أهلاً سهلاً طيب بداية تحدث عن الأغنية اليمنية وكيف أصبحت الأغنية اليمنية برأيك ما هو يعني ما الذي يجعل بعض الفنانين يتجهوا إلى أن يجددوا هذه الأغاني يعني فكرة تجديدة الأغنية ليست فكرة جديدة يعني فكرة موجودة تقريباً في معظم المجتمعات ليست فقط في اليمن ولكن يعني نظرت الفنان اليمني إلى الأغنية اليمنية أنها ظلت ممكن محصورة في محيطها المحلي يمكن دفعه إلى يعني تجديدها ويعني إعادة توزيعها وتقديمها إلى الجمهور بشكل أفضل طبعاً هناك نقطة أيضاً مهمة جداً يعني الفنان الذي قام بتقديم هذه الأغنية قد ربما أتوقع أنه عاش حالة فنية معينة يعني كونه تربى على هذا الفن يعني تكونت عنده الملكة الفنية والنغمية من خلال استماعه لهذه الأغاني فعندما توفرت له وسائل الإنتاج الموجودة الآن والستوديوهات وما إلى ذلك حاب أنه يقدمها يعني إلى الجمهور بصوته إضافة إلى ذلك يعني انفتاح اليمن على المحيط الإقليمي واهتمام أيضاً المحيط الخليجي والمغرب العربي مثلاً بالأغنية اليمنية أنا كنت مؤخراً في الأردن وما مشيت مكان ويعرف أني يمني لا يبدأ يذكر لي بعض الأغاني وبعض الفناني اليمنية فهذا أيضاً دافع لاتجاه الفناني للتجديد في الأغنية هذا يعني أنه الفن اليمني بدأ يوصل على مستوى الوطن العربي في العاونة الأخيرة طيب سيد ماجد إيش الذي أضاف التجديد هذه اللمسات العصرية للفن اليمني برأيك؟ يعني الإضافة الأبرز يعني انتشار الأغنية يعني لو تكلمنا عن الإضافات الشكلية أو الإضافات في الأغنية نفسها مثلاً من ناحية التغيير بسيط في اللحن سرعة أو التوزيع أو التوزيع الأداء نفسه أيضاً أيضاً نقطة إدخال الكورال مثلاً في بعض الأغاني هذا ما كان موجود في السابق الآلات الموسيقية المصاحبة الآن أصبحت مختلفة عن السابق يعني نعرف أن الأغاني اليمنية مثلاً بالنسبة 70-80% كانت على آلة واحدة مثلاً لكن الآن فيها آلات مصاحبة من الإضافات أيضاً أنها أيضاً تربط الجيل الحاضر بالماضي يعني هذا شيء مهم جداً وهذا جزء من تاريخك ومن ثقافتك يعني هذا الشيء وفيها أيضاً إضافات أنه تعريف بالتراث أنه هذا تراث يمني نعرف أغاني كثيرة جداً ما كنا نعرف أصلاً أصلاح يمني لكن مع تجديدها على يعني بصوت فنان يمني نعرف أن هذا الغنية أصلاح يمني كثير من الأغاني نسبة إلى الدول الخليق ويعني وحنا زيهم يعني كثير نعم صحيح نعم الحراكة الموجودة الآن يعني أظهر الأغنية بشكل جيد صحيح نلاحظ الآن أنه الجمهور يعني بعض الجمهور يعامل الأغنية معاملة يعني يعني يمجد الأغنية أنه لا يمكن أن المساس بها لكن وفي أشخاص آخرين يشعروا أنه لا هي جميلة لكن السؤال هو إيش اللي يخلى الجمهور ينقسم إلى قسمين يعني جمهور مؤيد وجمهور يعارب تجديد الأغنية خاصة في السوشال ميديا في هذه الفترة أصبحت في حربك يعني ما بين المؤيدين ما بين معرضين وعلى هذه السيرة أنا أمس شفت بالصدفة منشور لأحد اليوتيوب برز اليمنيين طلع فيديو وقال أنه في ثلاثة شباب حدثوا أغنية من التراث اليمن اليهودي وحصلوا على هجوم كبير في السوشال ميديا لدرجة أن القائمين على الفعالية اللي طلعت فيها الأغنية حذفوها من اليوتيوب أساسا يعني بسبب الهجوم يعني بلا شك أن كل فكرة يعني يحصل فيه تضارب في الآراء يعني ضد ومع وبالذات في الجانب التراث يعني نسمع بتجد التراث بشكل عام يعني والأغنية ليست ببعيد عن هذا الموضوع لكن يعني هناك حجج الأمان يعني مع الطرف المعارض والمؤيد ولو ذكرنا فقط بعض الأشياء التي يركزون عليها مثلا الطرف المعارض أنه مثل ما ذكرت الأخت أنه ينظر إلى التراث بشيء من القداسة صحيح ويظر أنه هذا التراث وصل إلينا هكذا فينبغي أن يظل على ما هو عليه حعم كذلك بعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك يقول له هذه نوع من السرقة يعني هذا جهد غيرك لماذا تسطو عليه وبعضهم ينظر أنه أين إبداعك أنت؟ لماذا يعني تأخذ إبداع الآخرين؟ إذا أنت فقط تردد ما قدمه الآخرين أين سيكون الإبداع عندك؟ تقريبا هذا هو مفهوم الأصالة يعني أنا أرى بتقريبا أنه الأغنية تنسب لمن غنىها أنا ممكن أخذ أي أغنية وأغنيها أنا فأنا أصبح من أغنيها هذا الطرف الآخر إذا نتكلم من هذه الناحية لكن هناك نقطتين مهمتين للجانب المعارض لهذا الموضوع لأنني قرأت حول الموضوع ورأيت بعض الآراء ورأيت أنه أنا أيضا من وجهة نظري يعني لهم حق في بعض الأمور مثلا؟ مثلا يعني المبالغة المبالغة في تغيير اللحن يعني أنت الآن بتخرج اللحن الأصلي عن روحي الأصلية ومعالم الأساسية بتخرجه إلى شيء آخر يعني لحن شرقي يمني معروف تجد تخرجه يعني من مقام مثلا البيات إلى مقام عجم أو مقام كردو يعني تشل ربع التون وتجعله مقام كامل وتدخل عليها أيضا آلات موسيقية يعني غير مناسبة لروحي الأمور هذا جانب ومعهم حق في هذا يعني لا بد أن يكون التغيير تغيير يعني ما يتناسب مع روح الأمور الأصلية النقطة الثانية ضعف وقصور المؤدي يعني أحيانا يكون المؤدي مستويتي يعني في الصوت في الأداء وهذا لابد يعني تطلب ذكاء من المؤدي يعني كيف؟ أنت ما تقديم على هذا العمل إلا وعندك يعني نقاط تريد أن تضيفها يعني تضيفها على العمل لا تنقص يعني من قيمته هذا يعني تطلب ذكاء في اختيار ترجع إلى أهل الخبرة في هذا الموضوع ترجع إلى صاحب الأغنية الأصلية إذا كان موجود تعرض عليه تغنيها تطلب منه المشورة يعني هذه الأمور أظنها مطلوبة ذكرت نقطة مهمة أستاذ ماجد أنه قلت أنه ترجع لصاحب الأغنية الأصلية طيب هل الأشخاص الذين يقددوا الأغاني القديمة التراثية من ناحية أدبية وحقوقية هل هم معرضين للمسائلة مثلا القانونية أي شيء الإقراءات المفروض يرجع لها الشخص إذا حب أنه يقدم أغنية قديمة مش له أساسا يعني قبل أن نجيب على السؤال هذا ما ذكرنا أيضا الطرف المؤيد لل ممكن يعني الطرف المؤيد أيضا عندهم وجهة نظر تحترم أشعرف بعدين إذا كنتم أيد أو لا أنا أمين لهذا الشيء يعني عندما نستمع إلى أغنية قديمة نحن الآن كثير من الأغاني ما كنا نعرف أنها مثل ما تكلمنا يمني صحيح وعندما نستمع إلىها بشكل جديد يعني بآلات مناسبة بتسجيل أيضا احترافي هذا يعني يساهم في النشر أو انتشار الأغنية اليمنية أو كمان الحفاظ عليها أنها تبقى وهذه الجانب مهم جدا أصلا الذي يؤيد هذا الجانب يقول نحن أصلا من اعتزازنا وفخرنا بهذا التراث نحاول أن نحافظ عليه ونظهر للناس ونقول هذا تراثنا يعني ليس يعني عننا ببعيد فبالتالي نحن أحق بهذا يعني بدل أن يغني شخص آخر من مكان آخر وينسبه تراث فقط لا نقول هذا تراث يمني وعندنا تاريخ هذه الأغنية وكاثبها فلان ملحنة فلان مؤدية فلان وتاريخها كذا وظروفها كذا يحبذا إذا كان عنده قصة مثلا يذكرها لهم أيضا حق ويقولنا أيضا أنه نعرف الجيل موجود الآن كثير جدا من الشباب الجيل الصغير داي والجيل الجديد يعني المتسق مع روح العمل الأصلي وبين هذا وذاك بين مؤيد ومعارض أنا أعتقد أنه في نقطة مهمة جدا أنه كيف تقدم هذه الأغنية يعني شروطها ما هي شروطها يعني يعني العمل الأصلي لا يخرج عن مساره محافظة على يعني هذه أهم شرط في العمل تحافظ على روح الأغنية كما أخرجت في السابق يعني توضيف لها فقط ما يتناسب معها وتنسب الحق لأصحابه يعني وهكذا في السؤال ذكريني به السؤال هو كان من ناحية قانونية يعني من ناحية الحقوق الأدبية هل يتعرضون يعني للمساءلة الأشخاص اللي يقدروا الأغاني يعني أنا أظن لكل أغنية ولكل فنان وضع قانوني مختلف فالعيب يقع على المجدد يعني أنت لا بد أن يكون عندك اطلاع على وضع هذه الأغنية وعلى هذا الوضع الفنان الوضع القانوني لها يعني هل من حقي أن أقوم بإعادة توزيعها وإخراجها للناس يعني إن كان صاحبها موجود يتواصل معه إن كانت مؤسسة يعني أبناء صاحب الأغنية أحيانا أو الشركات المنتجة صحيح صحيح فبالتالي لكل عمل وضع قانوني مختلف ينبغي أن تكون على درابة لكن في المجمل يبقى الحق التاريخي والفكري والأدبي هذه الأمور مهمة جدا أن تنسب إلى أصحابه أنا لا أعتقد أنه موجود عندنا جهة تكفى لهذه الحقوق لكن يبقى مثلما قلنا الحق الأدبي والفكري نسب إلى صاحبه فعلا فكرة الفن دائما هي الإبداع إذا الأغنية خرجت بشكل إبداعي وشكل جميل أنا متأكدة أنها ستلاقي قبول في المجتمع لكن السؤال هو كيف يعني مثلا في الجهة المعارضة كيف نقول لهم أن الأغنية نحن نجدد الأغنية لكن نحن نحافظ على روحها يعني كيف نفهمهم أن فكرة تجديدة الأغنية ليس فكرتها تشويه ولكن هو جعلها تتمشى مع إقاعات الموسيقية الجديدة وتتمشى مثلا مع ثقافة المراهقين لأنه نلاحظ الجيل الجديد لا يعرف أغاني أبائنا وأمهاتنا فمثل هذه الأفكار هي تحفز الشباب الصاعدين أنهم تعرفوا على التراث اليمني يعني المؤتمد في هذا أنا في وجهة نظريا المؤتمد في هذا جودة العمل الذي يقدم كيف يجدد التراث بطريقة يتناسب مع مسار العمل الأصلي ومع روحه أنا أظن هذه الفكرة كفيلة بأن تجعل المعارض يتقبل هذا الموضوع لكن أن تأتي بأغنية مثل ما أخبرت وتخرجها عن مسارها ولحنها وكلماتها وتستخدم آلات دخيلة يعني لا تناسب العمل يعني أظن أظن يعني بشكل عام نحن كمؤيدين معارضين نرفض هذا يعني أصلاً خرش بالعمل لم يعد يعني يمني لم يعد أصلي طيب أستاذ ماجد بالنسبة لمؤسسات الإنتاج يعني يعني حالياً في الوقت الحاضر هل مؤسسات الإنتاج تهتم أساساً بالأغنية اليمنية؟ كنت جديدها مثلاً؟ يعني مؤسسات الإنتاج يعني مؤخراً أظن أنه في تفاوت في الاهتمام بهذا الجانب يعني لكن أنا أعتقد أنه جزء كبير جداً من الأخوة الذين يجددوا الأغاني يعني من جهدي من شخصي يعني يعني ما رأينا اهتمام في هذا الجانب من مثلاً وزارة الثقافة بالعكس يعني في إهمال يعني في إهمال وفي أيضاً قد ربما يعني تعدي يعني أنا استمعت لأغنية مؤخراً عجبتني الأمانة مجددة؟ يعني مجددة أيوة كانت لأيوب طارش وبعدين يعني رأيت صاحب الغنية يعني يقول حذفت من اليوتيوب حذفت من اليوتيوب مع أنها كانت جميلة يعني لم يعني لم يخرج لحن الأساسي يعني أصله واستخدمت فقط آلات العود و لماذا حذفت؟ يعني ما أدري قد ربما يكون حقوق حقوق لكن مثلما قلت يعني هذا لابد أن يكون عمل الفناني يعني يعني ما تخرج إلا وخلاص يعني تكون غير مضاربة بالحقوق وعنده إذن يعني حتى خطي يكون أفضل يكون الأمور سليمة نعم ليس كلام شفهي يعني هذا فلان قال لي وأذلي بهذا العمل نعم صحيح فعلا الأغنية اليمنية تحتاج أنه يكون في معاها وقفة مجتمعية متكاملة سواء من شباب أو حتى من الوزارة الثقافية وزارة الثقافة وغيرها من المؤسسات والمؤسسات الإنتاج للحفاظ على هذا التراث المهم وسواء جددت الأغنية ويعني وقبلت بالموافقة أو عدم الموافقة هذا هو إثراء بحد ذاته للأغنية اليمنية صحيح وأصلا لا ننسى أنه في حراك يعني رائع جدا من الشباب الآن يعني أخرج لنا يعني كثير من الأغاني الجديدة وعرفنا بالتراث اليمني فجهد يشكروا عليه يعني ونبغي أن نقيف معهم في هذا الجانب صحيح أستاذ ماجد أدعوس مهتم بالأغنية اليمنية شكرا لتوجدت معنا في صباح بلقيس شكرا لحضورنا الشكر لكم وألف مبروك على البرنامج الجديد إن شاء الله نتمنى لكم التوفير كنت اليوم معنا في التداخل الحمد لله شكرا لكم شكرا لكم فاصل صغير ونرجع لكم خليكم معنا في أقصى شرق اليمن تقع منطقة حوف التابعة لمحافظة المهرة والتي أصبحت محمية طبيعية تتمتع بمعالم سياحية ساحرة الجبل البحر والغابات ثلاثي الجمال الذي ينظر أن يجتمع لكنه اجتمع في حوف ليحولها إلى قبلة للسياحة والاستجماء ما رأيكم مشاهدين أن نتابع هذا التقرير ثم نعطي لكم قطعة من الجنة وإطلالة فريدة على جمال لا متناهن هنا حيث يحتضن البحر الجبل ويعانق الغمام رؤوس الأشجار مشاهد ساحرة لن تراها إلا في منطقة حوف الواقعة في أقصى شرق محافظة المهرة على الحدود مع سلطنة عمان بمناخها الاستثنائي الفريد وبيئاتها الخصبة المتنوعة يمكن أن تصبح قبلة للسياحة الداخلية ومناذا لجذب السياح الأجانب والباحثين عن السكينة والجمال قبل أكثر من عقد ونصف اعتمدت هذه المنطقة كمحمية طبيعية رسمية حيث تستوطنها العديد من النباتات والحيوانات البرية كالنمر والذئب العربي وغزال الريم والقطة البرية كما تتهاوى في شواطئها الدلافين وتعيش فيها العشرات من أنواع الطيور البحرية إلى جانب مناطق مهمة لنمو السلاحفي والشعب المرجانية توفر هذه الأشجار غطاءاً نباتياً مبيزاً لمدينة حوف يكسوها باللون الأخضر على مدار أغلب شهر السنة إذ تتميز المدينة بمناخ معتدل في الصيف مقارنة بالمدن الأخرى القريبة منها لا يقتصر الجمال في حوف على المظاهر الطبيعية وتميز المناخ بل يتعد ذلك إلى جمال الرقصات الشعبية والتراث اللامادي البديع تطور ضعيج يعني مش تطور ذاك يعني فيك تقول تطور مبهر أو شي لأننا نحن نتحوف صراحة تحتاج أن حد ينتبه لها تحتاج المنطقة لمزيد من الاهتمام والاستثمار لتصبح واحدة من أهم المزارات السياحية وتنافس أبرز وجهات السفر الطبيعية في المنطقة ورغم افتقار المحمية لمقاومات السياحة الأولية كالفنادق والمطاعم والدورات المياه وغيرها إلا أن المدينة تستقبل آلاف الزائرين السنوية خذ نفساً عميقاً وشاركنا الاستمتاع بهذا الجمال ولتكن حوف وجهة رحلتك المغبرة اليمن ما شاء الله يعني جنة كبيرة وحوفية قطعة صغيرة وفي أماكن كثيرة لستا حنكتشفها إن شاء الله وبالذات يعني حوف إذا لمحبين الساحل الساحل الموجود والمحبين الأماكن الخضراء حوف ما شاء الله تعتبر مثل الجنة ومحمية أصلاً طبيعية يعني ساحرة فعلاً إذن طبم الآن إلينا وفاء صباح الخير وفاء صباح الخير كيف الحال؟ صباح الخير يعني ممكن معلومة نحن نجحل بس معلومة بتحدث فرق غير عادي صحيح مشاهدينا وأنت جالس في البيت أو تسير في الشارع قد تجد شخصاً يصاب بحادثة مفاجئة في معظم الأحيان لا تستطيع الاقتراب منه بسبب الخوف أولاً أو أنك لم تلم بالإسعافات الأولية في هذه الفقرة سنعرفكم مشاهدينا على أبجديات الإسعافات الأولية لتكون أنت أو تكون أنت سبباً في إنقاذ حياة شخص تعرفه أو لا تعرفه ونستضيف معنا الدكتور بلال سنهوب بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً دكتور بلال في فقرة الإسعافات الأولية دكتور الإسعافات الأولية مهارات لابد أنه الجميع يكتسب لأنه تساهم بشكل كبير بإنقاذ حياة أشخاص كما قلنا فكيف نشجع المشاهدين أنهم يتعلموا مهارات الإسعافات الأولية؟ شكراً لك أهلاً وسهلاً بكم بالمشاهدين بطبيعة الحال مهارة الإسعافات الأولية تعتبر من المهارات التي تعتبر جداً 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 مهمة خلينا بس نفرق في المعنى لأنه مجرد ما نقول دورة إسعافات أولية مهارات إسعافات أولية يظن الناس أنه عبارة عن مهارات طبية هناك فرق بين المهارات الطبية ومهارات الإسعافات الأولية المهارات الطبية تدخل دوائي علاجي مش عارفة عمليات إلى آخر لكن الإسعافات الأولية تعتبر مهارات حياتية وليست مهارات طبية ولكن لما أي شيء يعتمد فيه إنقاذ الآخرين فهم يعتبروا جانب طبيلة مهارة الإصعافات الأولية تعتبر مهارة حياتية واجب على كل الناس أن يتعلموها كبار ولا صغار مرأة ولا رجل متعلم أو مش متعلم أب أو أم أو ست بيت مثل ما يقوله أو أطفال المفروض أنه مهارة الإصعافات الأولية يتعلموها في المدارس منذ الطفولة ما يكبرش الطفل هو فاهم كل شيء في الإصعافات الأولية لأنها مهارة حياتية على كل الناس أن يتعلموها من رئيس الدولة إلى أصغر واحد اللي يحارس البورة إن شاء الله هذا الفكرة جميلة جدا إنه تعمم فكرة إنه يكون فيه منهج إلزامي من المدارس إلى الجامعة دكتور نحن الآن شايفين معاك حقيبة الإسعافات الأولية نحن نعرف إيش أهم الأدوات اللي تكون متوفرة بكل بيت بالنسبة لحقيبة الإسعافات الأولية طبعا المفروض إنه في كل بيت تكون عندهم أدوات لازمة ضرورية موجودة في البيت كإسعافات أو كحقيبة الإسعافات الأولية في عندنا أدوات أساسية لازم لها تكون موجودة فحقيبة الإسعافات الأولية نحن نتبع قاعدة أساسية اللي هي لش أنا بحتاج حقيبة الإسعافات الأولية من أجل تطهير وتنظيف الجروح فعندنا قاعدة مثلثية تقول طهر عقم ضمط علشان طهر وعقم وضمط أنا بعرف نوعية الجروح في عندي نوعين من الجروح في جروح أستطيع أن أتعامل معها منزليا وفي جروح عميقة تستدعي الذهب إلى المستشفى فأنا لا خليني حبد بالجروح البسيطة والجروح العميقة كيفية التعامل معها لأن يوصل للمستشفى الموضوع هذا بسيط جدا هنا الجروح التي تعتبر بسيطة كيف تتعامل معها أول حاجة لما بوفر حقيبة الإسعافة الأولية يجب أن تكون فيها ثلاث مبادئ أساسية اللي هو الأدوات ثم المطهرة ثم المعاكمات نجيل كل واحدة فيهم بالتفصيل الأدوات الأدوات سنتكلم عن مقص بنس جفت حوض وكلاوي هذا يحتاج لخياطة الجروح وموضوع مختلف تماما إذا واحد عنده تخصص طبي لا معنى تمام ست بيت عارز لنها تتعلم مش مشكلة مش صعب يعني الموضوع ولكن هذه شيء متقدم شوية خلينا نحطه على جن يعني أنا بديل عن مقص والبنس والجفت ممكن أنا أستخدم مثلا القلافز آه ممكن بديل عن الجفت وبديل عن مسائل هذه كلها لكن في عندنا مثلا شاش الشاش في معانا منه خمسة أنواع طبعا إحنا ما نقول شاش الناس يعرفونه واحد لكن في منه خمسة أنواع أساسية في عندنا ما يسمى بي الشاش اللي هو اللفاف هذا معانا الشاش اللفاف وفي معانا اللي هو الشاش المربع وفي معانا حاجة اسمها الشاش اللي هو الضغط نسمي كريب بندش اللي هو المطاط اللي يربط به الكزور دكتور ممكن تفتح أنا الشاش اللفاف فعلى سبيل المثال هذا الشاش اللفاف يستخدم لماذا لتضميط الجروح فهذا الشاش يعتبر دوار كذا لفاف فإحنا بنلف فيه الجروح الأساسية لم يصر في عندي نزيف لم يصر في عندي أي إصابة موجودة في عندي هذا الشاشة المربع هذا الشاشة المربع يقوم عملية تعقيم الجروح لأنه معقب أصلا فأنا لما جمسك الشاشة بيدي المجردة معناته إيه؟ صار غير معقب فأنا ما بلمس هذا الشاشة إلا بالقلافز لما أكون أنا لابس القلافز بحيث أن أنا أستطيع أتعامل مع هذا الشاشة فأنا في الأساس بلبس القلافز علشان أستطيع أن أنا أتعامل مع هذا الشاشة القلفزات في منها أنواع في منها اللي يجي داخل كارتونة وفي منها اللي يجي داخل قرطاس كل ما كانت في قرطاس كل ما كان أفضل لأنها معقمة بطريقة أحسن من اللي هي موجودة في الكارتونة طيب إذن في عندي شاش اللفاف في عندي شاش المربع في عندي شاش الفازلين في عندي الشاش اللي احنا بنسميه مدهن بدهن الفازلين ليستخدم لماذا؟ للحروق فطبيعي جداً لحروق الدرجة الثالثة لازم نستخدم شاش نربطه أو نلفه عشان ما يتلوث بالجروح أو بالتلوثات الخارجية هنا في عندنا أشكالية بمجرد ما أنا ألف بالشاش العادي الطبيعي لجرح من الدرجة الثالثة إيش هيصير لما نشيله؟ ينتزع الجلد حينزع الجلد يعني كاملاً لذلك يفضل ما استخدمش الشاش العادي أشتخدم الفازلين أو إذا عندي مثلاً واحد من مصابين لا قدر الله عنده حروق من الدرجة الثالثة ولكن مساحة كبيرة من الجسم فأنا ممكن أستخدم هذا هذا يعني كيس النايلون هذا نستخدمه علشانه هو يغطي المساحة الموجودة يستخدم هذا الشغلتين يستخدم للف الإصابات الشديدة زي الحروق إذا كانت مساحات عالية أو كبيرة أو لف الجثات مش هتكلم عن الجثات نساء الله سلامة للشعب كله إن شاء الله يعني بالحروق ما نستخدم إلا هذا الشاش ممكن نستخدم هذا نحن نسميه اللي هو فرست بلاس طبياً يعتبر هو لتغطية الحروب اللي تعتبر من الدرجة الثالثة لكن المهم جداً نحن نستخدم الشاش الفازلين احفظوا الشاش الفازلين معناته الشاش عادي زي هذه بالضبط لكن مدهونة بدهان فازلين طبي مجرمات المسي كذا فيها دهان طبي تمام بس في ناس أذكياء يخترعوا يعملوا اختراء جيد يقول خلاص أوكي بأخذ الشاش واستخدم الفازلين حق البيت وادهانه وعمل عليه لا الفازلين حق البيت مش طبي نتكلم عن شاش فازلين طبي يستخدم لهذه الأشياء إذن في عندنا أنواع الشاش والبلاستر والقلافز هذه بالنسبة للأدوات نأتي لمن؟ للمطهرات المطهرات المطهرات في عندنا ثلاث أساسيات لازم نتكون موجودة أولاً الديتول صاح؟ لا الديتول أعتقد يا دكتور أنه يستخدم للتنظيف جميل أحسنتي إذن الديتول كل الناس بيستخدمون لتنظيف الجروح وهذا خاطئ جداً الديتول يستخدم للأشياء المنزلية لتطهير الأرضية النوافذ ممكن نستخدمه مثلاً البالطوهات للآخر لكن في ثقافة منتشرة أنه تطهير الجروح عبر الديتول هو إيش فيها الديتول؟ مادة صابونية المادة صابونية هي مطهرة صحيح لكن فيها مادة صابونية مجرد ما نعملها على منطقة الجروح يعمل فيها انفكشن الالتهابات فيزيد الأمر سوءاً ما بيعملش معالجة لذلك منهي عن استخدام الديتول انهائياً في الجروح ممكن نستخدم الديتول في حالتين فقط إما أن تكون في حالة الالتهابات النسائية بشرط الالتهابات نسائية عادية ليس بسبب أنها حديثة زواج ولا بسبب الولادة لأنه يعتبر جروح فلا يستخدم الديتول لأنه في مادة صابونية ممكن نستخدم مطاهرات خالية من الصابون تمام؟ لكن ممكن نستخدم في الحالة الثانية أنهش الكلاب لماذا؟ لأن الكلب إذا كان مسعور على سبيل المثال والكلب المسعور معروف على ما تحمرار العينين وكل التفاصيل نحكيها إن شاء الله في حلقات قادمة إذا كان هذا الكلب مسعور وعظ إنسان بس لما عظه وصل إلى اللحم وشال اللحم ودخل إلى الدم مثل ما بيقوله يعني هنا عازل فنقل الميكروبات في هذه الحالة ممكن استخدم ديتول لو ما عنديش ديتول طبيعي جدا إني أستخدم على سبيل المثال اللي هو ماء وصابون كلما زاتت الرغوة أخرجنا كل البلاوي هذه ثم يضغط ونوقف النزيف ونقل مباشرة إلى المستشفى هذه بالنسبة لي إداء الكلاب إداء الكلاب هذا اللي استخدمت الديتول نأتي للمحلول الملح محلول الملح هو المغذية مغذية سيرو نحن نسميه نورمان صلايا تمام هذا المحلول رائع جدا ممكن نحن نطهر بكل أنواع الجروح بالاستثناء ثالث حاجة دكتور بهذه النقطة المحلول الملحي في ناس يقولوا طب لش أروح للصيدلية وأشتري محلول ملحي أول حاجة الماء لا يكون معقم مثل الماء الموجود داخل محلول الملح نسبة الملح التي تضعه داخل الماء ليس أنت ضبية ولا أنت مخبرية لكي تعرف كمالنسبة لازمة وكيفية التعقيمة وإلى خروف الأفضل نستخدم المحلول الملح أول حاجة رخيص لأنه متوفر في كل صيدلية موجود ورخيص جدا و تستخدمي هذا الكيس ممكن تفتحيه بحنفية تبع الخرطوم تستخدمي كحنفية تستخدمي فترة طويلة لا يوجد أي مشكلة وآخر شيء الهيدروجين بروكسايد والهيدروجين بروكسايد مهم جدا نحن نستخدمه لأنه منجرد ما نصبه يعمل فوران فنستخدمه الجروح القديم المتقيه عشان ينظف الجرح بس بعدها لازم نخسله بمحلول ملح عشان ما يتأثر تمام؟ آخر حاجة اللي هو المعاقمات نستخدم فقط الأيودين ولم أقول الأيودين ما اسمه بالعربي؟ صبغة اليود صبغة اليود لونه بني ونجرد ما نفتحه كذا يجي لونه كذا بهذا الطريق بهذا الشكل يا جماعة لونه بني انسوا حاجة اسمها الاسم التجاري الاسم التجاري هذا الاسم الكبير فيه مسميات كثيرة بيتا دين بوفي دون مش عاربية باتي سور مش مهم بس الاسم العلمي اسمه أيودين أو صبغة اليود أيودين أو صبغة اليود كل الصياد لا يعرفوه تمام؟ فنستخدم هذا كمعقب بس ما استخدمش الميكرو كروم ولا ما بنسمي احنا بالبلدي جنشيان ولا ما بنسمي التنتور ليه التنتور الأزرق أو التنتور الأحمر هذا محرم استخدامه نهائيا لأنه يؤدي إلى سرطان إذن منظمة الأصاحة العالمية منعت بيعه في كل صيدليات العالم لأنه يؤدي إلى سرطان كنت أتذكر واحد من الناس كبير في السن فكان يشتري القاتل من السوق ويتعاطى القاتل لأنه ما نظفه وما غسل ويتعرفوه القاتل أغلبه مسمو يطلح حبوب في طلح حبوب في الفم فكان يستخدم اليو التنتور الأزرق تمام على طول يكبه يجي اليوم الثاني والحمد لله فمه سليم ما فيش أي مشكلة فاستمر على هذا الحال لسنتين ثلاث سنوات بهذا القدر فحصل فيه فمه سرطان بسبب التنتور بسبب التنتور هذا اليو الأزرق والأحمر ممنوع استخدامه حتى لو مثلا هنا في إسطنبول لو جيت تشوفي على سبيل المثال صيدريات كلها ما فيش لا يوجد إلا الأيودين أما التنتور الأزرق والأحمر لا يوجد أصلا في كل سيطرية العالم محتفظين عندنا في اليمن بسبب عدم الوعي هذه المشكلة فلازم نحن نركز نستخدم الأيودين فقط إذن دكتور تكلمنا عن الأدوات والمطهرات والمعقمات نعم انتهينا من حقيبة الإسعافات الأولية طيب يا دكتور لو نتكلم عن الحاجلة الإسعافية اللي هي منتشرة بشكل كبير مثلا الأم تكون منشغلة بالمطبخ منشغلة بالغسيل يعني بأي شغل بالبيت أو حتى أحيانا يكون الطفل أمامها فيحصل أن الطفل يسقط من فوق السرير من فوق كنبة أو حتى على الأرض فكيف الأم تتصرف دائما يشعر بالذعر والخوف ماذا نفعل هنا كثير من الأطفال مجرد ما يسقط أحيانا طفل عندما يسقط يحس بالإعياء يحس بالتعب لأنه أساسا كان بيلعب وبعدما يسقط يحس الرجة هذه فيعاول أنه ينام في عندنا ثقافة مغلوطة ننتبه ابنك ينام ليه معنى تنزف داخلي مين جاءب المعلومة هذه يا جماعة هذا الكلام غير موجود أبدا في الطب إذا نام الطفل وينام بشكل طبيعي لكن إذا أغمي عليه هنا الفارق يعني هو خلاص أنا عاوز أنام مش عارفة وجاء ينام ماكش مشكلة لكن سقط وأغمي عليه هنا خطورة إذا نفرق بين أنه عاوز ينام وأنه أغمي عليه فإذا نام طبيعي إذا أغمي عليه مش طبيعي مش طبيعي لكن إذا أصيب بضربة مثلا ضرب رأسه على الأرض سقط بين السرير سقط في المطبخ هذه أمور طبيعية جدا حصل عنده تورم هذه يا جماعة ما في مشكلة خرج دم خرج دم من الأنف ما تخافوش لأنه ضرب أنفه في الأرض على سبيل المثال ضرب أنفه على الباب طيب الضربة أي واحد فينا مجرد ما يحصلوا ضربة على الأنف طبيعي جدا يخرج الدم فإذا خرج دم إحنا بس بنضغط في هذا البكات نعمله كم مدد باردة 10 دقائق طيب طيب في حاجة مغلوطة بالمكتمع يقول إذا خرج دم من الأنف معناته أنه حصل نزيف بالدماغ يعني النزيف بالدماغ هل هو متعلق بالأنف؟ لا أول حاجة لازم نفهم إنه الأنف في هذا المكان والدماغ في هذا المكان إذن هذا في حارة وهذا في حارة هذا في شارع وهذا في شارع ثاني ما بينهم مش تواصل نهائيا المقطوع شارع بينهما فمستحيل أساسا إنه أي كانت قوة الضربة في الدماغ يؤدي إلى خروج الدم من الأنف ممكن يؤدي إلى خروج الدم من الأذن إذا خرج الدم من الأذن هنا في خطورة أنا لازم أخذها على المستشفى من الأذن في خطورة أي من الأذن أو استفرغ بدأ يستفرغ دم معنات أنه تأثرت واحدة من أعضائه وهذا من المستحيل أنه يصل في البيت متى بيحصل هذا؟ حادث سيارة انقلبت سيارة واحد خبطته سيارة بدراجة نارية على سبيل المثال لما سقط الأرض قام الرجل أو قام الولد وبدأ يستفرغ دم إذا واحدة من أعضائه تأثرت ممكن تكون الرئتين ممكن تكون الكبد ممكن تكون المعدة فإذا تأثرت وبدأ يستفرغ دم هذا خطورة استدعي الدخول استدعي أن نوديها المستشفى متى إذا واحد حصل عنده استفراغ من الفم دم أو خرج الدم من الأنف مش من الأدن وليس من الأنف ثالث حاجة إذا أقمي عليه وقت الإصابة دكتور طيب متى نضطر إننا نستدعي سيارة الإسعاف نستدعي سيارة الإسعاف في هذه الثلاثة الحالات فقط أو إذا حصل حالة انقطع للتنفس والنبط إذا انقطع التنفس والنبط هنا الناس كلهم بيقولوا ميت لا أنا لا نحكمش عليهم ميت ولكن نعملوا إنعاش قلبي حتى تصل سيارة الإسعاف وبعدين هما بيتصرفوا عارفين المسعفين كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات طيب دكتور نحن نعرف أن الطفل أول ما يبدأ يكبر يبدأ يكتشف الحياة من حوله والطفل شقي وحركي نعم وأول حواسه أو يبدأ يكتشف الأشياء بالفم يشوف أي قسم غريب ويأكله فيحصل له اختناق نتيجة انسداد القصف الهوائية كيف نتصرف الأطفال حقنا دايما نحن نتصرف بالطريقة الصحيحة بهذا الموقف خاصة أن يكون يعني الوالدين مذعورين جدا جيد في هذا الحالة أول حاجة نحن الأطفال نسميهم المكانسة الكهربائية حق البيت أي حاجة في الأرض على طول إلى فمه فهنا في هذا الحال الاختناق ينقسم إلى قسمين فيه اختناق جزئي وفيه اختناق كلي فإذا حصل عنده حاجة سماء الاختناق الجزئي ما معناه؟ معناته أخذ حاجة بلعها في فمه فحصل عندي اختناق جزئي معناته وجود سعال هذا يحصل حتى عند الكبار يحصل عندنا كلنا في بعض النساء أو النساء كانت تختنق بريقها أصلا ما بلعتش اختنقت بريقها أي إن كان نوع الاختناق هو نوعين إما جزئي وإما كلي فإذا كان جزئي فهو بدأ عملية السعال فإنه يش عمل فقط أأتي بجواره ما عمل شوال حاجة شجع على السعال مش أعطيه ماء لأنه أشربه ماء هو مش قادر يتنفس كيف أخليه يشرب ماء هذا خاطئ جدا بعض الناس يقول يعطيه سكر يعطيه مش عارفه هذا كله نهائيا مغلوط إذن إيش اللي حتى نعمل نشجع على السعال ممكن نضرب على الظهر لكن لما نضرب على الظهر ما نعملش كذا خمسة أو خميس لا لا مش هكذا نعمل بهذه الطريقة ونضرب بهذه الآلية باتجاه الأعلى ولكن وين يكون الضرب أسفل الرقبة يعني ما بين اللوحين حق الظهر هنا في المنتصف ما بين اللوحين يكون بهذا الاتجاه من أسفل إلى أعلى هو بيسع لأنه الجسم يحاول طرط القطع إلى الخارج في بيعمل إحنا نحاول عملية الدفع بهذا القوة حتى لو كان صغير حتى لو كان صغير طيب لو كان رضيع حتى لو كان رضيع أنا بمسك الرضيع أميله إلى تحت رأسه مائل قليلا إلى الأعلى واضرب في ظهره ويضهره بنفس الطريقة بس ما عملش مساج لا أعمل ضرب لأني بحاول الدفع القطع إلى الخارج تمام هذا بالنسبة للأطفال طيب لو حصل عنده اختنق كلي اللي هو بلع حاجة كبيرة خلاص اختنق تماما حتى لو كان إنسان كبير ممكن أنا أضع اليدين في منتصف البطن إذا كان بالغ وإذا كان طفل مش إذا رضيع عندي ثلاث شخصيات بالغ أضع اليدين من هنا أدخل عند الخسر مباشرة أضغط في هذا المكان في المنتصف ما بين القفص الصدري والسرة في المنتصف تماما أضغط إلى الداخل مع الرفع قليلا إلى الأعلى بس لاحظي ما نعملش كده لأنه هذا مساج المساج ما ينفعش لا الضغط يكون كده وبحض الحكاية يعني بقوة أيها بقوة إلى الداخل فالضغط الأولى لما أجي يضغط بتكون متوسطة الضغط اللي وراها بتكون أقوى الضغط الثالثة أقوى فأنا بضغط 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 إلى أن أجبر إجبارا على الاستفراء مجرد ما يستفرغ القطعة نقول كده الحمد لله على السلام طيب ما استفرغش أحاول أقوى 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 إلى أن أدفعها بقوة إلى الخارج إذا كان بالغ طيب إذا كان طفل بنزل على مستوى هو صغير فأنا بنزل أضغط بنفس الطريقة إذا كان رضيع لا الرضيع يفرق الرضيع إذا كان موجود معي أقلبه أول شيء إلى تحت أعمله خمس ضربات في الظهر بعدين أرجعه على ظهره أعمله خمس إنعاش بالأصبعين في منتصف الصدر ما بين الحلمتين بقوة إذن خمس ضربات خمس إنعاش خمس ضربات خمس إنعاش لين يستفرغ وينفجر بالبكاء ونقول كده الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة ونقول أيضا يا دكتور إنه المواضع الإسعافات الأولية متشاعبة جدا والوقت قصير وأشكرك اليوم يعطيك ألف عافية على كل هذه المعلومات المفيدة وأنتقل لزميلاتي فعلا إنه معلومة قد تحت الثغيير ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وهي دعوة لكل الناس صغير ولا كبير إنه يتعلم الإسعافات الأولية شكرا لك أصد بلال على وجودك في الأستوديو فعلا شنطة الإسعافات الأولية مهمة الآن مش بس في البيت في السيارة في المحلات في أي مكان ضروري يكون في معنا شنطة إسعافات لأنه سلوكيات بسيطة ممكن تنقذ حياة إنسان بدل ما يتضعف يعني شيء بسيط بس ننقذ حياة صحيح صحيح شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك إذن مشاهدينا بهذه الفقرة نكون وصلنا إلى ختام برنامجنا غدا في نفس المعاد ومواضيع شيقة ومختلفة في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة